عاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بحث وزير الدفاع خلال زيارته لدولة الإمارات علاقات التعاون العسكري المشترك عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بدأت الزيارة بمراصم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين الشقيقين والتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد محمد أحمد البوردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والإماراتية مشيرا إلى أهمية تنصيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين من جانبه أشاد وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي بعمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين وتوافق الرؤى تجاه مختلف الموضوعات التي تمس المصالح المشتركة وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة لمجمع توازن الصناعي التقى خلالها بالمديرين التنفيذيين لعدد من الشركات الإماراتية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية كما استمع إلى شرح تناول الإمكانيات المتطورة لقطاعات الصناعات الدفاعية الإماراتية وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية في مجال التسليح وأشاد القائد العام للقوات المسلحة في ختام الزيارة بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة موارباً عن تطلعه إلى استمرار تبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية بما يعظم القدرات القتالية لكل الجانبين بهدف دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة حضر اللقاءات والزيارة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإماراتية